أهلا بحضراتكم من جديد وضيفنا الأستاذ طريق أنديل في الأهل ينتخب قبل الفصل كنت بقول لحظاتك أنه جمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل عندكم لها مفاجآت كتيرة خلينا نقول في الجانب الإنشائي لأنه يعني أعتقد أهم حاجة تعد أو تسعد الأعضاء أن تتوفر منشاء لولادهم خاصة في الناحية الرياضية بصحيك الوطان هي بالنسبة لجماعة عمومية هي مش مفاجآت لأن جماعة عمومية يليق بها كل الخدمات اللي احنا ممكن نقدمها لهم طبعا في حاجات فيه اهتمام كعادة كابتل محمود الخطيب في حتة البرنامج لازم يعقف عليه مع كل المشاكل يعني أي حاجة طبيعية أي مؤسسة بقى فيه احتياجات للأعضاء أكتر والكلام ده فهو عاكف اللي منا على تجمية كل الكلام ده هتطلع في منتج اللي هو تكملة بالبرنامج بقى اللي هو البرنامج الجديد بتاعنا احنا عملنا برنامج المرفع اللي هو عائلة الأهل استكمال ليها بقى هيكون في برنامج الدورة القادمة إن شاء الله وفيه حاجات طبعا نغاني عن البيان ان احنا خلاص احنا فيه تلات صلات في الشيخ زايد اللي هي الكاراتي والجنباز والسكواش دول الحمد لله جيزوا على أعلى مستوى يعني ممكن نتحدث بالتفصيل اللي هو جميل بين الانشاء يعني وزي ما قلت لحضرتك هو اهتمام أكثر وأكثر بكل احتياجات الأعضاء فيما يخص الانشطة الرياضية التوسع في الناحية الانشائية ده معناها انه تفعيل لدور النادي تفعيل للخدمات اللي بتقدم للأعضاء وكمان تفعيل للناحية الرياضية ان انت بتخلق فرصة لصناعة بطل لو حبينا نقف عند منشئات الجزيرة بداية طلبت وعدتوا بايه وأنجزتوا ايه ولسه بايه خلينا في الجزيرة أولا يعني حاكل لو يعني اقف شايفة طلعين فيديوهات دائما بنحرص على حيث ان احنا تريما كلنا حافظين القصة اللي تم تنفيذه احنا تجدد غرف الملابس لفرق الدرجة والأولى كلها لو حيك تفتكر للألعاب اللي هي الطائرة والسلة واليد تم تجديد وتطوير نارة الملعب الرئيسي اللي هو بتاعة التيتش هدم مجادر درجة تيتش ده الغرف هي كان قابل السقوط بقاله فترة جديرة فتم هدمه وحاليا ان شاء الله بيتم اعداد المنطقة المحيطة بيها دي الجمهور دي يا جماعة غرفة المحاضرات للفريق يعني هنا مستر تيتش موسيباني بيحضر لعبته بكل التجهزات الممكنة للعيبة بكل الحاجات الرياضية والأجهزة المتعلقة بالاستشفاء وخلافه للاعيبة النادي الآيج تطوير على أعلى مستوى الحقيقة برضو حقيقة احنا تم تجديد في الجزيرة البوابة اللي هي خلف المدرج الجديد البوابة اللي خلفه طبعا بخلاف الأسوار كلها الحمد لله لانت النهاردة بتخش اي نادي اي فرق لنادي الاهلي شخصية الاهلي استشفاء واعداد وتجهيز للعيبة النادي الاهلي تضعي حاجات موجودة في أوروبا الحمد لله كان فيه تاني في الجزيرة اه بحقيقة ديور فيه الملعب التيتش اللي تم التجديد ليه وتطوير النارة ليه للملعب نفسه اي مدرج التيتش اللي كان بقالنا فترة كبيرة دعيل للسقوط وغادنا التصريح وتم هدمه والحمد لله بتعمل منطقة مميزة للجلوس مناطق جلوس للأعضاء هتبقى منطقة جلوس فتحت شكل النادي كبير منذ البتجاهز هي الحمد لله بطريقة كويسة قوية فيه تحت التنفيذة عندنا هي تغيير أرضيات الصلة المغطلة هي صلة الشهداء من غير أرضياتها ان شاء الله المفروض دي قريبا هيكون غايرة الأرضيات فتعرف برضو الجزيرة بتحاول تعمل فيه بقدر الإمكان لصغر المساحة تبقى حالة مكشف الدان فكل ما هو ممكن بتحاول تعمله جوة المقر بتاعنا المقر برضو اللي فيه عبق التاريخ يعني في النهاية وهو دا الرمز التاريخي الرمز التاريخي اللي ما دينا